أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول إذا كان علم الكلام لا فائدة منه فلماذا نتعلمه في جامعاتنا نتعلمه في جامعاتنا إن كان أنه موجود أنا في دراستي ووقت المشايخ شيخ محمد أبى أن يقرر وامتنع من ذلك إن كان قرر فيما بعد أنا عهدي بالجامعة يعني من قديم ما أدري لكن إن كان قرر فمرادهم إن الإنسان يستطيع الرد عليهم إذا عرف اصطلاحاتهم وعرف طريقتهم يستطيع الرد عليهم مثل ما له فالإسلام رد عليهم لأنه هضم هذه العلوم ودرسها استطاع الرد عليهم فيكون مقصدهم حسنا إن شاء الله وهذا هو المغنون بهم إنهم يتعلموا أو يقررونها من أجل إن الطالب يكون عنده الطلاع بحيث يستطيع يرد عليهم من كلامهم نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة أعزها الله بالتوحيد والسنة